موسيقى والوحدة بعنوان Great Jobs وظائف عظيمة Great Jobs قبل ان ابدأ الدرس احبتي اود ان اذكركم سبسكرايب او اشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس على الاول ولايك وشير للفيديو دعما وتشجيعا لنا على المزيد من الفيديوهات نبدأ مع بعض الدرس على بركة الله بالمفردات الجديدة او المفردات الرئيسية Lesson 1 Attack يهاجم Bahia Foundation مؤسسة Bahia لعلاج السرطان Cancer سرطان Date of birth تاريخ الميلاد Disease مرض Expert خبير Heart هيرو بطل Improve يحسن Medicine دواء Modern Technology التكنولوجيا الحديثة Shark سمكة القرش Stuff طاقم العمل Successful ناجح Teamwork عمل جماعي Treatment علاج Volunteer متطوع اما بالنسبة للجوبز او الوظائف Charity worker عامل في جمعية خيرية Nuclear scientist عالم نووي Scientist عالم Sportist coach مدرب رياضي Surgeon جراح Against Against ضد Competition منافسة او مسابقة Event حدث Final المباراة النهائية Goal هدف او مرمى Handball كرة اليد Junior مبتدئ او ناشئ Player لاعب Score يسجل او يحرز Senior أكبر سنن او اكثر خبرة Team فريق وين يفوز او يكسب نستكمل معا ال additional vocabulary كيرو يونيفرستي جامعة القاهرة جامعة القاهرة ضاي يموت بريبارتوري اعدادي برايماري ابتدائي متشابه متشابه شطرنج ايجيبشن مصري تونيزيا دولة تونس أما language expressions أو التعبيرات اللغوية أول حاجة عندنا الفرب do بيجي مع كلمة experiments do experiments بمعنى يجري تجارب معملية do experiments give examples يعطي أمثلة give examples have a listen لديه حصة have a listen improve a sport يحسن رياضة improve a sport lose a leg يفقد ساقا lose a leg make a hero يصنع بطلا make a hero get a prize يحصل على جائزة get a prize start a charity يبدأ في إنشاء جمعية خيرية start a charity the africa cup of nations كأس الأمم الإفريقية the africa cup of nations the under 19 world cup final نهائي كأس العالم تحت 19 سنة the under 19 world cup final أما بالنسبة للprepositions أو حروف الجر أول حاجة عندنا die from يموت بسبب die from find out about يكتشف عن find out about help with يساعد في help with was born into ولد في was born into with hard problems ذو مشاكل في القلب with hard problems حرف الجر buy بمعنى بواسطة ويأتي بعده الفعل مضافا إليها ing good at جيد في good at play for يلعب لدى play for throw into يرمي في داخل throw into أما الكلمات وعكسها ناخد أول حاجة female أنثى male زكر female male inside داخل outside خارج inside outside win يفوز أو يكسب lose يخسر أو يفقد win lose the best الأفضل the worst الأسوأ أما الأفعال أو تصريفات الأفعال عندنا في اللغة الإنجليزية كل فعل له ثلاث تصريفات تصريف أول ونشتقي منه present أو المضارع تصريف ثاني ونشتقي منه past symbol أو الماضي البسيط تصريف ثالث وهو نشتقي منه الأزمنة التامة والأزمنة المجهولة ناخد أول فعل معنا lose lost lost يخسر lose lost 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 mean meant meant يعني أو يقصد mean meant meant throw through throwing يرمي throw through throwing win one one يفوز win one 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 ننتقل للجزء التالي وهو عن language notes أو الملاحظات اللغوية أول حاجة عندنا في language notes هي structure was born or were born بمعنى ولده was born للمفرد were born للجمع ناخد مثال مجدي يعقوب was born in 1935 مجدي يعقوب ولده في سنة 1935 was born ولده طيب لو قلنا my children في الجملة الثانية طبعا my children جمع فما ينفعش نقول was هنقول where born ولدوا outside Egypt خارج مصر أول تاني structure عندنا وهو work as يعمل ك ويأتي بعدها وظيفة work as ناخد مثال my father works as a teacher أبي يعمل كمعلم في مثال تاني he stopped his work as a surgeon هو توقف عن عمله كجراح number three the first to plus infinitive لو المصدر بمعنى أول من وطبعا to هنا to المصدرية يأتي بعدها المصدر وهو الفعل بدون إضافات ناخد مثال they were the first team from Africa to win in 2018 هم كانوا أول فريق في أفريقيا يكسب في عام 2018 لاحظ معي أن هنا the first جاء بعدها to زائد المصدر to زائد اي المصدر اللي هو الفعل بدون أي إضافات number four عندنا كلمة special وكلمة private special معناها مميز أو خاص لفئة معينة ممكن نقول special uniform زي خاص أو special day يوم خاص لكن كلمة private تعني شخصي أو خاص بحد معين شخص معين خاص بي خاص بفرد واحد الأمثلة هتبين أكتر أو المثال STEM schools are special schools هي مدارس خاصة مميزة لها طريقة خاصة في التعليم special schools مدارس خاصة that focus on تركز على science العلوم math الرياضيات and technology والتكنولوجيا طيب لو خدنا private قلنا private بمعنى شخصي أو يعني متعلق بشخص بذاته المثال my cousins go to a private school أبناء عم يذهبون إلى مدرسة خاصة private هنا بمعنى خاصة their father pays a lot of money there أبوهم بيدفع فلوس كتير هناك لاحظ معي private school ممكن أقول private towel اللي هو الفوطة الخاصة private toothbrush الفرشاه الخاصة وممكن أقول private lesson اللي هو الدرس الخاص درس مخصوص number five عندنا كلمة stuff بمعنى العاملون أو الموظفون وهي تعامل معاملة الجمع إذا قصدناها كأفراد كلا على حدة زي المثال some of the stuff are volunteers بعض العاملون يكونوا volunteers لاحظ معي هنا كلمة stuff أخدت ايه؟ are لأنها اتعملت معاملة الجمع the stuff are ننتقل إلى الجزء التالي وهو جزء خاص بالgrammar والgrammar النهاردة هو عن the past simple tense أو زمن الماضي البسيط the past simple tense زمن الماضي البسيط إن شاء الله أحبتي هسيب لكم الفيديو بتاع شرح هذا الزمن أسفل هذا الفيديو أنصحكم إن شاء الله أن أنتم تشاهدوه للنهاية هتلاقوه في description أسفل هذا الفيديو منتظر إن شاء الله تعليقاتكم على الفيديو وعلى شرحي الموجود في القناة ولو لكم أي استفسار أنا برحب به وبكده أحبتي نكون انتهينا من درس هذا اليوم أتمنى أن يكون الدرس قد نال إعجابكم فضلا subscribe أو اشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس على الأول وحتى ألقاكم في الفيديو القادم بإذن الله أترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته